السلام لبنات ومرحبا بكم بنات ام تامي انتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بيان وبخير وعالاخر الروتين اليوم سيكون روتين اليوم كامل هنا سبقت فيه في طوري اليوم قمت بتجري جري الحاجة اللولة اللي قمت بتوزنت العدس وغلقت عليه في الكوكوت مينوت راني حطيت لكم الوصفة مقبل ومكاش لي ما تعرفش تدير العدس من بعد ما قمت بتطيب تهنيت منه وقلت بيان في طوري راه يطيب راح تطيب تقهوه ووجه تقهوه حلي بس تقهويت هنا كنت ديرا هادو كل يصابلي قعدولي حبيبات وكنت ادرت هاد الاطاخت بالقاناج والمكسيرات وكامل ان شاء الله حكي نزيد نعودها نحط لكم الوصفة لها نتمنى ان شاء الله يعجبكم الروتين اليوم ونكون خفيفة ضريفة على قلوبكم هنا حبيت نشارككم تاني مشتريات كنت شريتها شريت كوتانتيش كان خلاص لي الكوتانتيش في الدار وشريت هاد الصابون مارسي اللي نستعملو بزف بزف لبنت هايل نستعملو في الدوش قبل ما ندير رغوة الخراب بالجلد نديرو ندير رغوة بالصابون هايل لبنت الصابون مارسي وهنا شريت هاد اللي ده غوجالة ولا مع لبالي شوش يقولو لهم انا خاطيني الماكياج لبنت ما نعرفش اسمهم شريت واحد في الغوج واحد في الفيولي بصح ماشي بش نديرهم برره بش نديرهم في الدار بس كنا برره ما نديرش الفونسين نديرغل الكلاغ شريت تاني غيسيل و هاد الفيرني اللي بزف بزف عجبني ش حلوة نحوص عليه لاماك بيو في نميرو تاعو تخون تويت لبنت بزف عجبني وخرج علي يدي حسيتو ورجع هالي بيضا ديشاني مدش ناتورا وكامل تنجر وهنا شريت هاد اللاينغ كان اللاينغ تاعي خلاص لي نشوف كامل شريت هاد اللاينغ هاد لاماك مع لبالي شي لمليحة ولمشي مليحة كي نجربها ان شاء الله هنقول لكم وشريت ديو دوغن تاني لك صونانا ديو دوغن في كل مرة وش ندير لبنت ساعت نشري يعني فكل مرة نبدل وشريت تاني هاد لك خيم ادغاة تنت بزف بزف شهيلة لك خيم دو دوش روعة لبنت فيها واحد الريحة ننصحكم كامل تشروها بزف شهيلة ومبلس ماشي غالية وقعي لفينت ساميل ولفينت ويميل رخيصة ماشي حاجة وهنا تاني حبيت نشارككم هاد المشتريات لشوي عقاقش ولي بريان كامل رح نخدم بهم لبلاتو ميروار ان شاء الله إلا حبيتوا نوري لكم كيفاش نخدم لبلاتو ميروار للاكوافر ستاعي هاديك لاسيري تا ثلاثة قولوا لي في كومنتر ان شاء الله كي نخدمهم نحط لكم لفيديو تاعها بالتفصيل هكا اللي تحب تخدم ولا اللي تحب تخدمو تبيع على شلالة ولا اللي تحب تشبه دالها بلي بلبلاتو ميروار ان شاء الله تستفادي معايا هنا شريت شوية هاد العقاش واسمه الكافيار هو صح غالي شوية يعني هاد الصاشي كامل وقيله باربعين الف شريت ربعين الف من هاد الالوان وشريت فان ميل من هاد الارجنتي شتوش حالس غير واربرك غير شوية بفان ميل وهنا تاني شريت هاد الاركول سبيسيال تاع الزجاج قاعدولي غير الزجاج المرايات افوان مازال ما جابوهم ليش وهدك الاستخاص وشوية تاع البغيان باش نخدم به واحد الدكور تاني وهنا البنات راح نشارككم في الوصفة تاع العشاديالي اللي تجي بزف بزف بنينة وسهلة ويعني صحية في نفس الوقت تعرفوا السلق بزف بزف صحي للجسمة تانى هنا درت زوج ربطات تاع السلق درت سنينة تعدتهم والملح في الفلكحل وشوية تاع الزنجابير نحطها فوق المقلة ونخليهم حتى ينشفو كامل من هادا كل ما هنا من جيها وحد اخرى غليت حبيبات تاع البطاطا راح نديرها شلاضة بطاطا مغلية تجي بزف بنينة ونبليس تشهيتها ما نقدبش عليكم هنا يا البنات بعد ما نشفلي كامل هادا السلق ديالي درت ليزي سكالوب ندير لهم شوية تاع فخوماج وندير لهم هذي كلافخص تاع السلق وقدرت لهم رشة تاع الملح وشوية تعفل فلكحل هنا تقدروا تديروهم يعني السكالوب صغير ولا تقدروا ترحوا كامل هادا السكالوب بتاع البولي تاعكم وتديروه غولي كبير لكم الاختيار اللي بنات هنا نعمرهم كامل نروليهم ونربطهم بالخيط هاكي يكون اليمون تاع ونحطهم يعني فوق المقلة يزيدوا يتقلوا ويطيبوا ملح ملح هادا الرولي يجي بزف بزف بنين واقتصادي يعني ماشي حاجة بالسلق والسلق بزف صحي هنا البنات حطيت في المقلة شوية تعزيت ونحطهم يتقلوا يعني حتي يتحمروا ملح ملح ياخدوا لي هاداك اللون الدهبي هكي بش يجي شهي او مانطان يكون طايب ماشي يقعد لي يخضر من الداخل كيما اشتو هنا البنات نقعد نحرك فيه ونغطيه حتي ياخد لي هادا اللون على هاد الشكل و او مانطان تاني هاداك الفخوماج اللي راهو الداخل راهو كامل اللي يدوب ويتخلط مع هاداك السلق بش يجينا بنين بعد ما اتقلوا لي نحيتهم درتهم فيه طبسي وحكمت هديك المقلة عفوا حكمت هديك البطاطا نقيتها درت لها شوية تعالبصل مع الدنوس وشوية تعالمايس ملح والفلفل لكحل ونخلطهم كامل وبينسير درت لها شوية تعالزيت زيتهم جات بزف بنينة يعني تفكرت الصيف الماكلت على الصيف هكت على الزربة هنا يدرتها زيادة شلاضة مع هاداك السلق وزينتها على هاد الشكل غليت لها حبيبة تعالبيض وحقسمتها على ربعة وحطيتها من فوق البنات هاد البطاطا مغلية على بل يبلي كامل تعرفوها مبصح فريمون جات تشاهي من بعد البنات حكمت مقالة ندير فيها شوية تعالبصل نقله ملح ملح يعني ندبلو ملح ملح من بعد نرمي في هادو كليزي سكالو بلي كونتروليتهم بالسلق وندير هاد لها كخان فخش اللي بنات تصلح للطياب و للحلوة يعني دو زونة ما تقعدوش تشرو وحدة لي تعالحلوة ولا تعالطياب هادية تصلح ليدو ندير فيها كميات على كخان فخش ونخليها تبقبق شوية من بعد نطفي عليها احنا ستلها شوية تعز عطرة باش تطلق البنات كما تقدرو البنات في بلاسة البصل تديرو الشامبينيون انا في داري ما نشريش كامل الشامبينيون بس كما ناكلوه لا انا لا راجلي هنايا كتدبيرة راح نشاركها معاكم كيفاش نحتافض بالمايس هاكي يشدلي مدة طويلة ننصحكم عمركم تخلو المايس في الباطا ديالو بس كيلا خليته في الباطا حيخسر لكم بلاك سمانة ولا من بعد تولي فيه ريحة ما تنشمش كامل هنايا نحكم باللارة تعز جاج تكون بيام غلو قمليح ليه تتغلق قمليح تعال معجون ولا تعالى مايونيس هادو كامل حنايا في في الضيور نخبوهم نعمر فيها كامل هاداك المايس نزيد له كمية من الماديالو ونكمل كمية الاخرى بالماء بعفوان بالخل الابيض بعد ما نعمرها كامل حتي تغطى نزيد لها مغير فتع الملح انا هنا كنت درت الملح مع الول ونخلط كامل هاديك الباطا باش هاداك الملح يتخلط لي مع الماء والخل من بعد نحتفظ بها في التلاجة من تحتها تشد لي 25 يوم حتى لشهر مايصر لها والو وهو ليك لبنات طابق تاعي هنا في الطبسي تاع التقديم هاديك لك خانف خاش والبصلزت لها شوية تاع فخوماج غابي كتزيين فقط وهو ليك لرولي تعنا كيفاش يجي يجي بزفزف بنين وطري وهداك السلق والفخوماج من الداخل يمدلوا واحد وازدت معه غير طبسي صغير تاع الحار اللي كنت رقدته معاكم في الملح انتمنى ان شاء الله تعجبكم الفيديو لحقنا للنهاية نتلاقاوا في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات جدد وروتينات جدد سلام وما تنساوش الى عجبتكم الفيديو ديروا لي جام وخلوا لي تعليق وإلا كنتوا مازال مشتركتوش في القناة تشتركوا ليصلكم كل جديد تشتركوا في القناة vt